سفر كهرباء وعتما شاملة كان نتيجة كر وفر لمدة ثمانية أشهر بين فريقي وزارة الطاقة ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قرر في إطلالته الودعية وقبل الدخول في عصر تصريف الأعمال أن يكشف العرق للوزارية لفريق العهد لعروض جديدة لإنتاج الكهرباء عبر اتهامهم بسحب دفتر شروط تلزيم معملين على الغاز بأسعار مقبولة تعهدت شركتا سيمينس والجنرال ألكتريك ببنائهما وعلى الرغم من أهمية الموقف للرئيس الميقاتي إلا أن السؤال الأساس ما هي الجدوى من إعلان هذه الفضيحة المتمادية بعد حصولها وأليست مصلحة الشعب اللبناني كانت تقدي بضرب يده على الطاولة لمنع هذه العرقلة أولا وكشفها أمام الرأي العام اللبناني علها كانت تمنع الدخول في نفق العتمة طرح رئيس ميقاتي الموضوع مرتبط بزمينه ومكانه بالعروض الجديدة التي طلحت إنما حتى ترئيس ميقاته وقت اللي بركز على هذا الموضوع لازم يتذكر أنه كان في خطة كتير قوية بإنشاء المحطات الصغيرة المتنقلة بالمناطق هذه يمكن تجهيزها بين ثلاثة وأربعة شهر من هلأ إلى ستة شهر بصير عنا كهرب عشرين واثنين وعشرين ساعة نستفيد من هذه المرحلة الانتقالية ببناء المصانع والمعامل التي تنتج الطاقة الكهربية حجة فياض كانت أن العرضين بحاجة لمزيد من الدراسة إلا أن الحقيقة أنهن أي من يتحكم بفياض وقراراته قرروا سحب الملف عن جدول مجلس الوزراء لغاية كيدية ورفضا لتسجيل إنجاز كهرباء أربع عشرين على أربع عشرين في حكومة لا يتواجدون فيها فمن يحاسب المسؤول عن هذه الجريمة ومن يحمي الطيار من فساد وكاديات الطيار هل يمكن إقصاء الطيار أو غيره؟ لا، اللي مبين لحدها وحسب المعلومات أنهن مصرين على وضع اليد على هذه الجمهورية أنا بسميها جمهورية الطاقة للحفاظ عليها كمزرعة خاصة الأنظار تتجه اليوم نحو حكومة جديدة تحمل وجوها واعدة وأياد أمينة على الطاقة فتنجح بإضاءة شمعة أمل في قلوب اللبنانيين وإنارة منازلهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر